النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثلاثاء السابع من تشرين الثاني نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تستمر البلاد بالتأثر بمنظومة ضغط جوي مرتفع في طبقات الجو كافة حيث نلاحظ تمركز مرتفع جوي سطحي في أجواء البحر الأسود ويتجه باتجاه القوقاز يؤثر بأطرافه على أجزاء واسعة من بلاد الشام كل ذلك تحت تأثير امتداد مرتفع جوي علوي مترافق مع كتلة هوائية حارة نسبيا إلى دافئة متمركزة شمال إفريقيا وتصل امتداداتها حتى مناطق بلاد الشام من المتوقع أن تدوم تأثير هذه المنظومة الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم لتتبدل بإذن الله تعالى باتجاه منظومة ضغط جوي مخفض ماطر بمشيئة الله تعالى بناء على هذا تحلي التوزع الضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة فنتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الثلاثاء خريفيا مشمسا مستقرا تسجل درجات الحرارة 28 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 13 درجة مئوية تكون الرياح غربية هادئة عند 10 كم في الساعة بالنسبة لأجواء الأربعاء لا جديد على الحالة الجوية حيث تستمر الأجواء الخريفية المستقرة مع احتمال لتشكل الضواب الصباحي على أجزاء واسعة من شمال غرب بلاد ووسطها وأجزاء من شمال شرق البلاد وذلك على المناطق المنخفضة وفي الويديان تحافظ درجات الحرارة على 28 درجة مئوية نهارا إلا أنها تصل ليلا إلى 11 درجة مئوية تبقى الرياح هادئة غربية عند 10 كم في الساعة أجواء الخميس ستكون بإذن الله تعالى خريفية معتدلة غائمة إلى غائمة جزئيا حيث ينتشر الضواب الصباحي على الأوديام والمنخفضات وتكون الأجواء بصفة عامة غائمة حيث تنتشر السحب العالية والرقيقة خلال ساعات النهار تنخفض درجات الحرارة لتسجل 27 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 13 درجة مئوية تبقى الرياح غربية هادئة عند 10 كم في الساعة في التوقعات المتوسطة وبعيد مدى نتوقع بإذن الله تعالى أن تنقلب منظومة الجفاف الحالية لتصير المنظومة منظومة رطبة ماطرة بإذن الله تعالى اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق بطورات حالة الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون